ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير انا باسم ماجدي وفي الفيديو ده جايين نكمل مع بعض كورس استضافة المواقع في الفيديو ده هنتعلم مع بعض ازاي نقدر نعمل داتا بيز او قاعدة بيانات من خلال ال C panel وازاي نقدر نرفع ملف السيكوال الخاص بالداتا بيز من خلال البيتش بي ماي ادمن وازاي نقدر نكونكت ملف الدا بيز بقاعدة البيانات باستخدام لغة برمجة البيتش بي بس خلينا في البداية اقولك لو بتتفرج علي على الفيسبوك ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو ولو بتتفرج علي على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان يصلك كل جديد ولو انت من المشتركين الجدد على القناة لازم تعرف ان ده فيديو او محاضرة من محاضرات كورس استضافة المواقع اللي تقدر تتابعه من خلال الرابط اللي هسيبه لك في الفيديو ده اول خطوة لازم تعملها علشان تقدر تعمل قاعدة بيانات او تكاري الدا بيز بتخش على السي بانل بتاعتك وبعد كده بتروح على ايكون اسمها ماي سيكول داتا بيز ويزارد بعد ما بتدوس عليها بيقولك اختار اسم للدا بيز وليكن هيبقى اسمها المنار مسلا داش ونقول مسلا بي اي او دي بي اي اسم انت عايزه السر ب czas او مثلا قائل اي حاجة ممكن تخليها دي بي اي اسم وبعد كده بتدوس ا poreاتط بعد ذلك بيقولك حت اليوزر نيم اللي هو هيلكنت على الروات اللي هو باتا بتاع الدا بيز انا دايما بفضل ماي ممكن حضوه نفس الاسم عادي جدا وبقولك講 اختلف برده نفس الاسم Sens table واحطته في الباسورد وبعد كده انا كده كاريت اليوزر اللي هو المفروض هيكونكتع الداتا بيز بعد كده بيقول لك اليوزر دوا هتفتح له ايه الصلاحيات المفروض تفتح حاله طبعا احنا هنعلم على قول علشان يقدر اليوزر او اللي هو الكاريت الكنكشن في الموقع يقدر من خلال السيكوال من خلال السيكوال فونكشنز يقدر يعمل دليت وانسرت واد ويقدر يكنترول الداتا بيز بكلها ودي حتة كده المبرمجين هم اللي يبقوا عارفينها بعد كده هندوس نكست وكده الداتا بيز واليوزر نيم والباسورد بتاعها اتكاريت طيب ازاي بقى نرفع الداتا بيز بتاعتنا او ملف السيكوال بتاعنا على البيتش بي ماي ادمن وازاي نقدر نخلي الداتا بيز تكوننكت مع الملفات بتاعت الموقع بتاعي اول حاجة هناخد الاسم ده كده وناخده كوبي او نسايفه معنا في اي نوت بات وبعد كده هنرجع للهومبيج بتاعت السيبانل هنروح بعد كده لايكون اسمها بي اتش بي ماي ادمن وهندوس عليها هيبدأ يوجهني للبي اتش بي ماي ادمن بعد كده هنلاقي اسم الداتا بيز اللي احنا عملناه متكاريت هنا بعد كده هندوس على زرار اسمه امبورت ولو انت الداتا بيز عندك بالعربي غالبا هتلاقي اسمه استيراد هندوس على امبورت وهنعمل شوز فايل وهنروح نختار ملف السيكوال بتاعنا وليكن على سبيل المثال الملف ده هعمل كده وبعد كده هدوز جو هيبدأ يلود معي وبعد كده هيقول لي دون ان هو ساكسيسفل وبيبدأ يظهر لي هنا التابلز بتاعت الداتا بيز بتاعتي اللي انا رفعتها طبعا الداتا بيز دي المفروض تكون انت مكاريتها من خلال البيتش بي ماي ادمن بتاعك على اللوكال هوست اللي هو موجود عندك على الجهاز وبعد ما تخلص الكريشن بتاعها كلها بتصدر ملف السيكوال وبعد كده بتيجي ترفعه هنا في البيتش بي ماي ادمن طيب انا كده كاريت الداتا بيز واليوزر نيم والباسورد ورفعت ملف السيكوال في البيتش بي ماي ادمن ازاي بقى خليهم يكونكتوا على بعض او ازاي يخلي ملفات الموقع تكونكت معايا على الداتا بيز بروح للفايل مانجر وبخش على public html وغالبا في ملفات الموقع بتاعك لازم تلاقي ملف اسمه connect او ملف اسمه db او ملف اسمه config حسب طبعا ما الديفيلبر عندك عامل السايت ولكن على سبيل المثال هنروح هنا الملف الكونفيجي اللي عندنا وهتلاقي دايما عندك جملة السيكوال اللي هي بتكوننكت لو الموقع بتاعك متبرمج بلغة برمجة بيتش بي ومعمول الداتا بيز بتاعته سيكوال فهتلاقي دايما الجملة دي موجودة وده هنا المكان اللي انت هتحط في اليوزر نيم بتاعك واسم الداتا بيز والباسورد وبعد كده بتدوس save وبكده تكون انت كاريت الداتا بيز بتاعتك على الموقع وتكون رفعت ملف السيكوال على البيتش بي ماي ادمن وتكون عمل تكوننكت على الداتا بيز لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير لو بتتفرج علي على الفيسبوك ولو بتتفرج علي على اليوتيوب ما تنساش تعمل subscribe للقناة وتفعل الجرز عشان يصل لكل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته